أعزائي المشاهدين ننقل لكم أطوار افتتاحيات المؤتمر الأول حول الحفاظ على رصيد الطرق والتقنيات المبتكرة لصيانته والمنظمة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بموراكوش طبعا بحضور عدد من المسؤولين المغاربة والأفارقة والذي تم افتتاحه بقراءة الرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمرين وبذلك أدعوكم لمتابعة التغطية التي تخصها لكم القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك من أجل تقيبكم أكثر من أجواء هذا المؤتمر أولا هذا المؤتمر تشرف بالرعاية السامية لجائزة الملك نصره الله وأيضا بالرسالة الموجهة إلى المؤتمرين وهذا كبير الأهمية التي تعطت لهذا المؤتمر وخاصة أنه الأول من نوعه فيما يتعلق بموضوعه وهو أنه لا بد من الاهتمام بما إنجزناه لا يمكن أن يكون عندك حضر رأسمال وأن تضيعه فهناك رأسمال طرقي هناك مورود طرقي هناك إنجازات في العقود السابقة في الدول الإفريقية كلها بعد الحصول على الاستقلال في بلد دينا في العقدين السابقة العقد والنصف لا بد حان الوقت أنه في نفس الوقت الذي نجزه أننا نفكره في صيانة الطرق ولذلك له أهمية كبيرة جدا أهمته أيضا من عدد من الخبراء اللي حاضرين لأنه كما تلاحظون هناك خبراء ومسؤولين من الدول الإفريقية يعني العشرات هناك من أوروبا هناك من منظمة وطنية ومنظمة إفريقية ومنظمة دولية هناك أيضا من دول بعيدة يعني تجارب ستعرض خاصة لدول أمريكا التي يجربها في هذا المجال ثم أهمية هذا الموضوع أنه يناقش بعض الأمور المستجدة الأمر الأول وهو هناك تقنيات جديدة في مجال صيانة الطرق باستعمال المواد المحلية يعني الماتيريولوكو باستعمال أيضا تقنية حديثة بتقليل من استيراد بعض تقنيات وبعض المواد ثم أيضا موضوع تمويل هذه الصيانة لأنه مكلفة جدا البلد نمشت في اتجاهه كما جاء في الرسالة الملكية أنه 50% من الميزانية سيخصص للصيانة كثير من الدول عندها معاناة في هذا المجال فإذا ما هو صياغ ديال التمويل يعني في هذا المجال سواء تمويل عمومية أو تمويل بشاركة مع المجالس المنتخبة أو شاركة مع القطعة الخاص فإذا المؤتمر أهمته في موضوعه وفي المواضيع التي تطرق لها سادي العامة للمشاركة وفي المترجمها تأكد أننا نظر بلا محمل سادي أنه مدرور وشاركة من المواد وحركات بيننا المواد فيناها ومثل من جدد نحن اثنى إثنة تغير وغيرات الحقابة من البعض الأولى من الأجياء ومن أعبارة للتعارض ومن أفضل إلى تراجع النحوات الأخيرة التي حول كل مدينة أفضل من هذا المدينة اعتقدت ما هو يستطيعون بعض الأشخاص منذ المجاربات التي نستطيعين سيارة من أغطاء والإعادة لرجاعات كرجعية ونحاولة ونحاولة نعود لكيحظه في معلومة الوقت للمعاقبة والتعاقب للبعضي من ألحصاب ختم ل Minnesota ونحن نعطف نحن بلعضة طريقة ودينا خلال جميع أن نتعاقل على مرة أخرى. ونعتقد أن نخرجاً من هذا الرجال وميزنان المحلل سوى للغاية على تدريبات المبارجة التي نحن 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 نحن. الآن في التقنية هذه الفترة أنها تقوم بمقرارة في حدود تقوم بمقرارة وحيث بمقرارة لأنه لنجمع نجمع المحلطة التي تحدثت فيها كما تكون جميعاً سيكون هناك سيقوم بمقرارة سيقوم بمقرارة لنقوم بمقرارة أعتقد أن في موضوع هذا المعارض يوجد الكثير من المؤتمر لأننا سنقوم بإمكانينا على المؤتمرين لأنني أعتقد أن أردت هذه الأمور لأن الأمور يحدثون على الأمور والأمور ويهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بقطاع الطرق كالجوانب الفنية والتنظيمية لصيانة البنية التحتية للطرق وأسليب التمويل والحكامة والابتكار التقني ويتضمن برنامج هذا المؤتمر مجموعة من ورشة العمل والموائد المستديرة من أجل تبادل الرؤى بين الخبراء المغاربة ونظرائهم الأفريق والأجانب حول طرق الصيانة والحفاظ على الرصيد الطرقي كما يضم المؤتمر معرضا لمختلف الفاعلين المعنيين بقطاع الطرق وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر نظم من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في شراكة مع الجمعية الدائمة لمؤتمرة الطرق والرابطة العالمية للطرق اشتركوا في القناة